كل يوم من أيام الكورة فيها محمد صلاح كل يوم من أيام الكورة فيها رقم كياس جديد لمحمد صلاح كل يوم الملك المصري أهدافه رائعة أهداف مميزة أهداف مهمة في تاريخه الشخصي وتاريخ ليفربول وتاريخ الكورة القدم المصرية بشكل عام اسم كبير واسم رائع تحس كده النهاردة وانا جاء الكلام عن محمد صلاح طب هقولي جديد يعني يعني عملا أفكر طب هصيغي الكلام إزاي هقولي يعني أنه رائع هقول مثلا أنه ده أسوأ موسم لليفربول على الإطلاق في وجود محمد صلاح ورغم كده أن محمد صلاح الوحيد اللي منور في ليفربول أهدافه الحاسمة هداف دوري أبطال أوروبا بسبق أهداف حتى يازل لحظة الموسم ده لوحده سبق أهداف متخطيان مين بقى كده ما بيه ست أهداف وباريس ماشي بشكل رائع جدا ماشي بشكل رائع جدا وهلند مش هداف عد بقى ريما دي بنزيبة مش هو الهداف محمد صلاح وموسم ليفربول سايق جدا هو هداف دوري أبطال أوروبا حكاية حكاية ثلاث أهداف فضلينه ويعدي أو يتساوى مع فليبو إنزاجي رقم عشرة بين قائمة العشرة الأوائل هدفين دوري الأبطال التاريخيين ألقاب أو أرقام كثيرة كسرها محمد صلاح في الدورة الإنجليزية في دورة أبطال أوروبا مع ليفربول مع كل الأندية ومع كل الشغل اللي بيعمله محمد صلاح كل مرة نقول اللي جاي إيه بالنسبة لمحمد صلاح وفي اللحظة اللي بتقول خلاص كده محمد صلاح في المرحلة الأخيرة من التواهج يجي الراجل يقول لك استنى أنا لسه ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة كل ده وما عملتش حاجة إزاي يعني ده فيه لعيبة واحد من مية من الأرقام ديت لو عملها لاعب من محترفيننا الكبار المميزين كنا عدنا نغني طول حياتنا عليه لكن الراجل ده أرقام لا تحصى والله ما بقيت فاكر والله ما بقيت حافظ والله ما بقيت عارف كل يوم رقم أصلي وبعدين أقول إيه هو الرقم ده مش كان كسر ومبارح لا ده اللي كسر ومبارح رقم تاني طب يا جماعة لا ده الرقم ده احنا كنا نتكلمين عنه في الحلقة اللي فات الأسبوع اللي فات لا لا ده كان الرقم شابه وشوية بس من ناحية تانية يا سلام هو خلاص كده بقيت الأرقام القاسية دي كده حاجة تحت رجل صلاح تحت رجله ماشي يكسر فين زمان لما كان عندنا لاعب يسجل هدف في دوري أبطال أوروبا كنا بنعلق له كهارب في الشارع عندنا لاعب مصري يا جماعة وكلهم فوق دماغنا ورائعين لاعب مصري سجل هدف في دوري أبطال أوروبا نعلق له كهارب وزينة وأفراح وليالي ملاح محمد صلاح دلوقتي بقيت أرقامه ما بتقفش خالص النهاردة بتكلم أكتر عن محمد صلاح ليه؟ إنه سهل جدا إنه فيه لاعب يتواهج وهو وسط مجموعة رائعة من اللاعبين لما يبقى لاعب بيتواهج وسط مجموعة رائعة من اللاعبين تقول ماشي يعني هالند طبعا لعيب كبير بس لما يتواهج كل التواهج ده معاه لعيبة ومدربوا حاجات كبيرة أو في منشستر سيتي في منطق صلاح لما يتواهج في السنوات اللي فاتت وحالة ليفربول كيت جيدة معاه معاه فيرمينيو وساديو مانيو هندرسون وتياجو فابينيو وميلنر وبينالدوم قبلها وفندايك ومتيب وكل اللاعب أوبيرسون وأرنول كل اللاعب اللي كيتفايقة دي لكن هو دلقتي بيلعب وسط فرقة مش فايقة خالص رايحة خالص لهو جنبه للمهاجم اللي هو رقم تسعة اللي جنبه دوت مستقر يعني اسمه مستقر كل شوية بيتغير ولا الجناح مستقر بيتغير ولا لعيب الوسط مستقرين بيتغير وحتى الباك رايت بيتغير حتى الباك ليفت بيتغير فرقة كل اللاعب تتغير جنبه وهو موجود أساسي في الفرقة وهو الذي يبدع وحده وحده لا يوجد لاعب آخر في ليفربول يبدع غير محمد صلاح نسبياً ألسه في حراسة المرم غير كده مفيش خالص بالمناسبة ليفربول النهاردة صعد إلى الدور القادم في دورة أبطال أوروبا ولكن في المركز الثاني بعد نابلي رغم الفوز النهاردة على نابلي بهدفين صلاح ودروين نونز الهدفين دول ما نفعوش ليفربول أنه هم يتخطوا نابلي هم تساووا في النقاط صحيح ولكن فارق الأهداف كانت لصالح نابلي